بالتنديد بالانحياز الأمريكي لإسرائيل وباتهام رئيس حكومتها بن يمين نتنياهو بارتكاب جرائم حرب جاءت ردود الفعل الفلسطينية على الخطاب المطول لنتنياهو في الكونجرس الأمريكي تصفيق الاستعراضي وحفاوة الاستقبال في الكونجرس الأمريكي تردد صداهما في الأراضي المهتلة الرئاسة الفلسطينية وحركة فتح طالبت الإدارة الأمريكية بإجبار نتنياهو على وقف العدوان فوراً إوضاً عن منحه الغطاء لاستكمال حرب الإبادة في غزة وإبقاء أفق لحل سياسي نتنياهو وقف أمام العالم ليتشدق بأقصى درجات الكذب يدعي ما لا يرتبط بالواقع مفصول عن الحقيقة يحاول أن يروج لنفسه ليبقى بالحلب السياسي يستخدم أنصاره في الكونجرس حتى يصفق له العالم وهو مجرم حتى النقاع وقاتل للأطفال والنساء ومكانه في محكم الجنايات الدولية الفصائل الفلسطينية بكلياتها أجمعت على أن رئيس حكومة الاحتلال تعمد نشر الأكاديبي وممارسات التضليل وجدد بعضها الاتهامات للولايات المتحدة بالتورط في حرب الإبادة على غزة ومع استمرار الحرب للشهر العاشر على التوالي وزيادة التصعيد في الضفة الغربية ارتفعت الأصوات الداعية لرص الصفوف الداخلية ووقف الرهاني على أي مسارات سياسية عبر الولايات المتحدة التي يرون فيها شركة في الحرب على الفلسطينيين الموقف الأمريكي بات واضحا الآن في إعطاء الغطاء كاملا لنتنياهو المضي بهذه السياسة سياسة حرب الإبادة والاستمرار بها سياسة القتل والمجازر والتدمير وأعتقد أن كل الرهانات على وعود أمريكية وإمكانية أن يأتي حلا من الإدارة الأمريكية قد أصبحت في مهب الريح الآن ومع قرار إرجاء إرسال وفدي تل أبيب لإكمال التفاوض والتهديدات المستمرة بتصعيد العمليات العسكرية في الضفة الغربية تنكشف النوايا الإسرائيلية بجعل المفاوضات إغطاء فقط لاستكمال الحرب لم يستغرب الفلسطينيون تصريحات نتنياهو في الكونغرس ولا ذلك الدعم الأمريكي المطلق لإسرائيل الذي أكدته الزيارة تصريحات ومواقف تقطع الشك باليقين بأن الولايات المتحدة لم تكن يوما وسيطا إنما شريكة في العدوان على الفلسطينيين كما يقولون برهيم خلف تلاتي عربي رام الله طفة الغربية المحتلة ترجمة نانسي قنقر